موسيقى مساء الخير لكل السادة المشاهدين كل السادة المشاهدين اللي مستنيننا ومستنين الموسم الجديد الموسم التاني من برنامجكم القوي القوي بيكم القوي بوجودي معاكم الناس والبرلمان أحب أحييكم في الموسم الجديد وكمان في الستوديو الجديد بتاع القناة العزيزة جدا على قلبي اللي كل يوم فعلا بتتطور وكل يوم بتتغير وكل يوم بتغير للأحسن والأفضل أحب أحييهم وأحيي القائمين على القناة وأحيي الناس اللي بتتعب معايا فعلا في التقارير وفي البرنامج الناس والبرلمان إحنا دلوقتي أو أنا بحب أعتذر للتأخير النهاردة المفروض فعلا كانت الحلقة تبتدي من الساعة 8 ولولا الطريق ولولا مشاكل الطريق بس الحمد لله أن احنا وصلنا بالسلامة علشان أنتوا فعلا كنتوا حشيني برنامج الناس والبرلمان هنرجع نقول نابزة سريعة بسرعة عن البرنامج أن احنا ما كناش بنتكلم على محافظة الأليوبية بس احنا كان المفروض بنتكلم على كل محافظات الجمهورية وأداء البرلماني لأعضاء مجلس الشعب اللي كانوا مترشحين في الفترة دي واللي كانوا موجودين ودلوقتي الدورة البرلمانية نعقدت وابتدينا نشوف دور وأداء فلما هنيجي نتكلم على كل المحافظات الفترة الجاية في الموسم الجديد هنتكلم على كل أعضاء مجلس الشعب اللي بيمثله مجلس الشعب بيمثله شعب مصر الكبير اللي هو سياسي بطبعه شعب مصر السياسي بطبعه سياسي هو بياكل وهو بيشرب وهو بيشتغل وهو بيدرس بس إحنا عندنا روح الفكاهة شوية بنحول سياستنا نقدر نحولها لنكتة جميلة ليون جميل عشان نقدر نعديه مهما انضغطنا ومهما تعبنا هنفضل طول عمرنا مع الناس وللناس لأن ده برنامج فعلا الناس والبرلمان برنامج الناس والبرلمان هيربط ما بين البرلمان المصري وما بين ممثلي الشعب المصري وما بين المثلث البرلمان وأعضاء مجلس الشعب والشعب الشعب بكل طوايفه بكل أحلامه بكل طموحاته يعني لما نيجي نتكلم عن محافظة سريعة أنا بشوفها بعناي زي محافظة الألوبين بنيجي نتكلم في دايرة زي دايرة باني وكفر وشكر زي ما بتدينا واتكلمنا عنها والفترة الجاية هنتكلم عن أكتر من دايرة تكلمنا عن دايرة بانيه وكفر وشكر وبنحب نهني الفائزين أو الفائزون بهذا الكرسي الموقر اللي هو مسئولية دا مسئولية كبيرة جدا على عاطق هذا الشعب وعلى عاطق من نجاه من حلفهم الحظ هم كانوا تلقيتها كان أولهم المرحوم الدكتور جمال حجاج اللي بحب أهدي الروحه التحية وهو شهيد بهذا المرض اللعين ألا وهو الكورونا بعد ما نجح وفاز في الانتخابات وفاته المنية ومن هنا بيتم عادة الانتخابات على الكرسي المتبقي وربنا يرحمه يا رب ويرحمه وتانا وما انت المسلمين هنقدر نتكلم بعد كده على الفائز الثاني وهو اللواء مجدي سيف ثم بعد ذلك المهندس جمال العربي أنا من هنا بنشدهم علشان الفترة الجاية الكل هيبقى عينوا على رقابتهم وهيرائبهم وهيرائب أدابهم في بداية مباشرة ان هما الاتنين الحمد لله يعني يمكن بمتواصلين ومتفاهمين بيعودوا مع بعض حتى كمان في المجلس ومن هنا كانت بداية جميلة جدا لأهل بنها وأهل كفر شكر بس أهم حاجة أهم حاجة يبتدوا يطرحوا موضوعات أقصر قوة وأنا عجبني وبواجه التحية للباشمهندس أو المهندس جمال جمال العربي أو زي ما بيقول المهندس العربي فؤاد بحب أحييه أنه بتدى يتكلم في عودة قطارات لما استجوب أو هو مش استجواب لما قدم هو الطلب طلب كان ينقصه بعض القوة إحنا دلوقتي بقينا في زمن أنت لازم تاخد حق شعبك مش بسياسة وبحنكة لكن اتكلم بقوة أكتر من كده أنت في مكان منصبك فيه وجابك فيه شعب مصر العظيم أطلب أكتر من كده أطلب بقوة أكتر من كده وقول إحنا فعلا محتاجين لمنطقة كفر شكر ومراكزها قطارات محطة قطر يبقى تبقى موجودة في المكان إزاي تبقى موجودة من زمان من أربعين وخمسين سنة ودلوقتي ما تبقاش موجودة في ظل هذا التطور وهذا التقدم نقدر نقول ونناشد اللواء مجلسيف أن يبقى له دور أقوى من كده دوره وخصوصا أنه هو يحمل مسئولية كبيرة جدا لأن دي الدورة التانية لي كان موجود في الدورة السابقة يعني هو يبقى موجود عشر سنوات تخيلوا عشر سنوات وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته وأنتم يا أعضاء مجلس شعب راعون ومسئولون عن رعيته وده كله بنقدر نوجهه لكل أعضاء مجلس شعب مش بنها وكفر شكر بس في كل دواير وفي كل المحافظات لازم الناس تفهم يعني إيه سياسة برضه لازم الناس تفهم أنه فيه موارد قليلة لازم الناس تراعي ربنا في كل أعمالها وفي الكلمة اللي بتتقال مش أي حد ياخد كلمة ويبتدي ينشرها على عضو مجلس شعب أو على أو على أو على بدون بدون تأكيد بدون استفسار انزل واسأل انزل وتكلم انزل وشوف وتابع بنها نفسها بتشتكي دلوقتي بالفترة دي من الطراب والمشاكل والدنيا بنناشد محافظة الأليوبية للمرة التالية وبنناشد الدكتورة إيمان رايان نايا بمحافظة الأليوبية المجتهدة ونواب محافظة الأليوبية والناس اللي فعلا يعني نفسها فهم البلد وبتنزل وبتتحرك لكن في حاجات ملموسة حاجات بسيطة جدا تقدر تعملها تقدر تظبط ناحية الجمالية لمدينة كانت أجمل مدينة في المحافظات كلها كان الناس بتنزل فرحانة بالجو الجميل والمكان الجميل والمكان النظيف دلوقتي المكان بقى سيء المكان بقى سيء وبيزداد وبيزداد سوق وأنا من مكاني هنا بقى أحمل هم وطموح كل مواطن شريف في مدينة بنها ومحافظة الأليوبية اللي بيناشدوا الناس تهتم أكتر بالبنية التحتية بل البنية فوق التحتية احنا بنتكلمش دلوقتي في صرفه بنتكلمش ما لأن ده المفروض الفترة الجاية أعضاء مجلس الشعب يبددوا يتكلموا أكتر الموضوع ده على موضوع الصرف الصحي اللي موجود في بعض الأماكن اللي اتكلمنا عنها قبل كده بلنا بنتكلم على الأماكن وعلى الطراب وعلى المشاكل اللي موجودة في بانها وبعض الأماكن المظلمة اللي ينقصها الإضاءة والإنارة لأنه بيحصل فيها مشاكل وفعلا ساعد بيتم استجابة لمطالبنا احنا عايزين استجابة أكتر احنا طمعانين أكتر طمعانين في حكومتنا طمعانين في ريصنا طمعانين في محافظيننا طمعانين في المسؤولين أنهم ينزلوا أكتر من كده ويشتغلوا أكتر من كده لأنه مش هنقدر مش هنقول دول واجبهم بس لا ده كمان يعني مسؤولية كبيرة جدا دهالهم المولى عز وجل المولى سبحانه وتعالى لما بيختار بيختار الإنسان لازم يكون على قد هذه المسؤولية وإحنا بنناشد بنناشد من أول رئيس الجمهورية لحد أصغر موظف موجود في محافظة ها أن يتم مراعاة أن فيه رئيس بيتعب ولازم اللي تحت يتعب ما ينفعش النسق لو كان مختلف والنظام لو كان مختلف فيه سرعة مختلفة عن السرعة الموضوع كله والكيان كله سيسقط إحنا عايزين الناس تتابع وتشوف رئيسنا بينزل إزاي وبيتحرك إزاي وبيتابع إزاي يعملوا زيه ويبتدوا ينزلوا ويتحركوا يعني أنا بقول تقريبا الرئيس ما بينامش أنا بقول إنه ما بينامش لو المحافظين عملوا كده ونزلوا مناموش هم كمان واشتغلوا بس راعوا ربنا كل الناس راعي ربنا لأنكم عاد لكم تاني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كان نفسي أعد معاكم وأطول معاكم أكتر من كده بس نظرا لديق الوقت فترة الجاية هنتكلم على مجلس شعب ودوره التشريعي والقانوني ودوره الوجودي الوجودي في داخل أروقة مجلس الشعب وهيبقى لنا تصوير من جوه ومن برا مجلس الشعب ومع بعض النواب اللي إن شاء الله هيشرفونا واللي إن شاء الله هنتكلم عن إنجازاتهم وإيجابياتهم وبرضو سلبياتهم إحنا مش جايين ننقد بس إحنا جايين نذكر إيجابيات وسلبيات زي ما قلنا وأحب أوجه رسالة تحية لكل منتظرين برنامج الناس والبرلمان وكل ناس فعلا حبت البرنامج بتاعنا وحبوا يتفرجوا على مشاكل وإنجازات وطموحات وأحلام وإن شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه مزيد 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 من الطموحات والأحلام أحب أستناكم أو تستنوني أنتوا كمان ننتظر بعض في حلقات قادمة من برنامجكم الناس والبرلمان البرنامج اللي فعلا بيتابع معانا الفترة الجاية كل الجديد كل ما هو جديد في عالم مجلس الشعب لأن مجلس الشعب فعلا عالم كبير جدا من شعب عظيم أوجه لكم التحية وأشكركم وألقاكم على خير في الحلقة الثانية من الموسم الثاني من برنامجكم الناس والبرلمان اشتركوا في القناة